السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب جيناكم في فيديو جديد باتش نوت 8.13 الباتش نوت هذا جلسين يرقعوا اللي كانوا بيسوف 8.12 8.11 الجيم ده حين في حال من العدمة يعني كده هو الليلة كل شي طاير كل شي مخبوص هيحاولوا يعدلوه بالسرعة السريعة قبل ما يبدأ الورلدز عشان اس اس قربت تدخل او يعني باقي لها كم شهر فهيحرصوا انهم ما يجي الورلدز اللي هو شغل كله مرتب وقائلين يعني ويحرصوا انهم ما يوصل الورلدز اللي هو في شغل كثير اتعدل عشان يكون الشامبيونز بالانس عشان الورلدز يكون مرتب وحلو بكل الحالات اول شي اتروكس الجديد نزل انا عامة ما اشرح الشامبيونز يمكنشيكي اتليتر في فيديو مادري لدي جيمز بطروا ينزلوا الشروحات الشامبيونز بس ان شاء الله تلاقوها اوننا ثاني ايريليا باسف انه الدامج ديكريز باسف اتاك سبيد انكريز دابلي دامج ديكريز اتلور تاكس بوف ونرف الباسف حقها نرفو الان هي الدامج خلو بدنا عشرة ستة وستين لأربعة اواني واربين وهذا مر دامج ريدكشن عالي الان هي تريشيو ات ماكس تاكس تمانية ستتاشر توتل اتاك دامج ستتاشر بالفئة بونس التعم تعم مش التوتل اتاك وهذا نرف على الباسف مر جاعم تاكس بيت بوف زودو من 20 نربين لتلاتين خمسين عامة ايريليا طريقة لعبها is more or less زي اي كاستر كاستر بروزر والكاستر ايدي اللي هو لازم يسوي ابليتي بعدين اوتو ابليتي بعدين اوتو ابليتي بعدين اوتو ابليتي بعدين اوتو از تمام البيش داميج نرفو والديبندنس اي اذا اق Live ثاني اي اتاك دامج لبونس يعني ما تستفيد منها الا متفاجر مع 2 سترة اتاك اي تيم情 50-60 damage في التريد راح عليها يعني يمكن في اول لفلات 30 او 15-20 damage في داقة القيم في الميد game يمكن 50-60 damage يمكن ما يفرق مرة كثير إذا كان عنده هون بس overall حتلاحظ حتشوف الفرق هذا كثير في الليلينغ فيس أنا متأكد W-define minimum base damage نقصه في الليت game يعني هذا ما حيفرق المنم damage ratio نقصوها لخمسة الباس لخمسة بدل باسة لستة الباس دامج طول 140 الماكسيم باس دامج التوتر ratio نقصوها ال-E خلوها تجلس خمسة ثواني ال-R خلوها تجلس خمسة ثواني أظن النرف هذا نرف كامل يعني صراحة نرف مرة كبيرة لأريلي ما نفهم هل هو ما بيخرجوها من ال-game ولا شايفين انها شوي OP وبيقل له الدامج حقا بس أظن أظن التشينج هذا يعني أقلها حتى لو مش في في السولو كيو في LCS هتلاقي هتلاقي هاريلي خرج يمكن كمان مع تشينجيز حقا اتروكس نبدأ نشوف اتروكس بدل هاريلي بس الدامج output حقها صار مرة قديمة ما أدري إش هتأث هذا اللي ما نعرف إش هيسوي في ال-game صراحة بس الدامج حقها قلب مرة كثير في بداية ال-game وفي الميد game هي ال-power spike حقتها وحتى في الليت game تعطي فرصة للناس يتعاملوا معها والله أعلم كندرت ما زال مسلسل الـ تجيز موصر attack speed كندرت مستعاملوا معها مسلسل البفات عشان يبقوا كندرت درجة في ال-game بعد البف هذا احتمال 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 نرجع نشوفه في الميتا مرتاني والله يقول لك كندرت مستعاملوا معها لتجيز مستعاملوا معها لتجيز مستعاملوا معها مستعاملوا معها صار الساستين حقها أحسن اللي لعبها زي اي ADC اللي يلعب ويدرب ويدحرك حيبدأ يستيك الفاقر حقها لما عشان لما يتعبه سارت يضرب بسير يرجعها لتكتر فهذا ما نهف حيكون عندها الساستين في الجنغل أفضل هذا ما يفرق هذا ما يفرق لانه اي كندرت صاحي فاهم زي الناس والوادم حيسوي حيسوي كايت للمانسترز اللي بيتضارب معهم فاكوننوا الماسترز الاتاك سبيد حقهم نقص خمسين في المية ولا ما نقص ما يفرق بك فيكس بك فيكس ساستين مرة كثير مرة كثير لوسيان كلنا نعرفين لوسيان دحين يمكن أحسن ADC إذا مو أحسن في البطلين أحسن ADC في البطلين حاليا وكمية الدامج اللي بيسوها لاليجيم مرة آلية فقال لك نقصوا على التاك دامج جروث من 3.11 ل 2.75 ونقصوا الـ حيث الـ 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 يعني ما يعثر مرة تعثير كثير أنه قد لما تستخدم الـ الـ إلا لما تكون في الـ عشان تنظف الـ عشان تبت تسوي بوش بسرعة عشان 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 فيها حالات حاصة ولا يوردفننق التاور في الميت جيم وعليك سيجو تبت تشيل التاور فهادي ما حتفرق حتشيل المينيز حتشيلهم بس بدل ما تشيلهم في الـ الـ في الميت جيم حتشيلهم أسرع القروث هذا حيخليه في الـ الدامج اللي يسويه حيخسر دامج حق واحدة اوتو اتاك ولا اتنين اوتو اتاك ما حايفي الـ الـ ما زال مرة كويس الوسيان حيبقى ممتاز بايك ما هم عارفين ايش بيسو فيه كل شوية بيسولوا بفات يسولوا نرفات بيحاولوا يخلوه بالانس لانه لسه تشامبين جديد وهذا شيء طبيعي الـ الـ نزلوه من 110% الـ زودوه الماجيك ريزيست زودوه فقرلوا الـ حقه وزودوا الـ والماجيك ريزيست وفي النهاية طبعا الـ دائما يترجم لـ فالفرق بينهم مش كثير الـ الـ نقصوه في الـ ما هم مهم ابدا الدامج ريشيو زودوه مانع التشينجيز كثيرة اللي بشوفها على على بايك هم يبقوا من سبورت بس يبقوا يشوفوه في يعني دائما الريوت ما عندهم مشكلة يبقوا يشوفو الشامبين في كذا رول يحبو شغلات هذي فهذا يمكن موجه أكتر للـ جنجل ما أدري الباس دامج زودو حق العال من 200 يعني 190 لـ 655 للاي قيم زاد وفي اللي قام نقص وزودوا البونس دامج ريشيو يعني يتبقوا لك نبغى يبني مور دامج دامج زيادة أكتر منه ما يبني تانكي ويسوي دامج ما أدري ما نعرف لي يعني أول مرة أشوف سبورت ريوت يسووه بالطريقة هذي يبنوه بالطريقة هذي يفوكسوا عليه بالطريقة هذي ويقولولو أبني كل دامج ايتم ويصير سبورت مرة كونة في كل حالات فايك من الشامبين اللي إذا تلعبوا مرة كويس حتكون مرة ممتاز فيه حتستفيد منه مرة هذير إذا إذا إنت من الناس اللي ما أنت ميكانيك كويس حيتعبك وحيبهدلك لأن كل اللي يحتاج تسويه يضيع كيو حقتك ونت ميت كل العلاق بفات بسيطة سواها بفات بسيطة سواها نقص الكل دون حقها الخمسة وهذا خلاق فيه في المشكلة في الجنجل هيصي أحسن؟ في المد، محتاجة لكل دابلي كتير؟ لا ما يحتاجها أظن هذا بفل الجنجل أكثر من أي دابلي أحسن كايت ومور وكلير أسرع يعني يبيرجوا يشوفوا جراغس في الجنجل يمكن مرة تانية طوب جراغس برضو برضو ما فيها كلام الدبل يو يستفيد منها اكتر من الميد جراغس بس ما غيروا ولا شي في الكت حقته عشان تروح بي طوب يعني تانك جراغس طوب من زمان ما شفناه والكت ما تغيرت يعني ما دولوا حاجات على يعني ما دولوا اي تغيير يخليك يقول والله روح لعبه طوب و تانكي بنفس الطريقة القديمة فما اظن اظن جنجل اظن هذا التغيير فوكس على جنجل وميد اكتر بس جنجل مين الجراغس دائما هتسوي منهم تونتي دامج ايش يعني منهم تونتي دامج ما ادري هذا معناها ايش ما صار يعني اذا الباسف صار لها حتسوي العشرين دامج عشرين دامج هذا ترو دامج ولا لا ما ادري بس في كل حالات يقول لك حتسوي اقل شي عشرين ايش ما كان دماسيان ستاندر دا الكول داون نقخل له احداش والباش دامج زودو اه فاسب ناو هزا منهم دامج يكول داون دي كريز اترلي رانج يدامج ويف كلير احسن جربان من الجناغل اللي صراحة مرة حيرو يتلاعب سواء في لسي اس ولا في اي ميتا اه اتمنى شوف جربان يرجع مرة تانية ما ادري هالجينج هذا حيرجع ولا لا بس الدامج حقه صار احسن وامكن امكن امكن سم اف تشينجز اللي سووها الجنجز التانيين يخليهم يخرجوا من الجيم او يعني جربان ما هو او بي الشينج هذا ما حيخلي بالله يرجع الميتا لحاله بأي طريقة بس ما ادري اذا حيسوه حاجات في الشامبينات تانية تخلي جربان يلعب ما ادري بس عاما تنجي جربان كويس تلاعي الجنجل باث حقه مش بطال الليبل اثنين وليبل ثلاثة تشيز حقته مرة حلوة الوايف كلير حقه في الجنجل مش بطال القانكينج حقته مرة حلوة الجنجل ميتا حاليا دحين يقدر يمشي حاله معاهم مش بطال مرة معاهم والدامج البف هذا الزيادة شيء انه ماهو كتير يعني ما تستخدم الاية حقتك عشان تضرب بيها اكتر منه تستخدمها عشان تسوي الكيو فظنة التينج هذا اكتر للجنجل كلير يعني جينكس كاليستا وتريستانا وتويتش من دون كاليستا كل عارفين مع الباتشان اللي فاتت هذه كل الكريت اي دي سيز تقريبا خرجوا من الجيم فبيحاولوا يسوي كل واحد من ال اي دي سيز حاجة يرجعوا الجيم بطريقة او باخره جينكس الروك الدامج حق الكيو خلوه 220 100 كليكاستر الزيادة فشبون زايد 10% بونس دامج يعني الدامج اللي يسوي كيو لما تكون شغال بفشبون زاد مرة كتير اسمي ستورم بريزر داز يقولك لو بنيتوا ستورم بريزر حيسوي 216 الوزاب حقتها زودوها الوان بوين سيكس هل حترجع جينكس في الميتة او بس فلو قيلو جينكس لحين صارت مرة كويسة او برضو ما زال الطريقة الوحيدة اللي ممكن تستفيد منها بجينكس انه انت تأخذ كتلات مرة كثيرة في اللين بسرعة وبعدين يوسنوبول الميت جيم تخلص الجيم بسرعة او ما زال الكل اللي غيم تشامبيونز يغلبوها لوسين يفجرها فما اظن اي احد المفروض اللعب جينكس قيلو كاليستا دائما الماتشبس اللي تلعب فيها مرة قليلة او كويسة دولها بفعلي حد اي دامج حقها زوادو زايد 20 زايد 1 زايد 2 ونص زايد 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 total attack damage وهذا وهذي نج مرة كويسة كاليستا من التشامبيونز اللي ما تأثرت مرة كثير مع الميتا لانه اسرا هي ما تبني كرت ايش تبني تبني البلد حق البلايد اوف درون كينج وبعدين رونان وبعدين attack speed item ثانية فالبف حق الاي ممكن في بداية الجيم ما يأثر عليها كثير لانه بلايد اوف درون كينج الدامج مناها الw تستك تير دحين التير build path دحين يشتغل عليها اللي هو السرفس الفكرة الوحيدة انه يعني سووها من صفر معنا الواحد معنا انه دحين لما تستخدم الw التير يصير لها stack ففتحوا لك build path جديد مختلف هذا مناها تلعبه بسرف وصرف تشتغل مع كاسدين مره كويس مره كويس ان كان الq shield حقه ولا الw صرف shield ولا ال engage حق عشان بالالت حقاته فبف مره جميل هذا التغيير لحاله انا متأكد كاسدين حيرجع للجيم بطريقة او باخره بقوة ان كان في split build push ولا ان كان في mid ولا ان كان في top حتى يبقى في LCS لا mid mid عامة mid game power spike حقاته حتسين مره عاري بالذات انه اول itemين يشتريها ال E زودوا لعبليتي power ratio ال ALT زودوا لعبليتي power كل تغييرات اللي صارت في قبل الفترة اللي فاتت ان كان نمبس ولا ان كان شاله ال ultimate heart حطوها في 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 التري الاولى ولا ال change اذا هو حق المعنى هذا كله كله يصفقه كاسدين جالس يتبفف من زمان كاسدين انفع counter pick لكتير من المد اللي في الميتح حاليا كاسدين انفع في matchups و compositions 1-3-1 و 1-4 و split push بكل الطرق مره ومتاز كاسدين مره ومتاز حسير انا انا اظن اظن هذا حيخليه طير في القيم مرة تائية ما حسير OP حسير مره كويس oriana W command من 9 ثواني ل7 ثواني change كويس ما اظن حيرجعها ال game بس يبغالها كن بوف تانية عشان تبدأ ترجع مرة تانية Riven ال health region دو دو لانه ريفن دا حينها ال win rate حقها اظن مادري 45% ولا حاجة ولا 47% she's out of the game بيحاولوا اعطوها شوية لاب ما اظن اي شي يعني ال change هذا الوحيدة اللي ممكن فعلا تستفيد منه هذا نقصه 10 ثواني ما اظن يفرق مرة كثيرة الناس it's still it's still it's still تاخد كل تروح ترجع ال base وترجع ال lane ما 40% cdr ممكن فاك بس في ذات ال game ما اظن ما اظن ال change هذا اللي خليها ترجع تريستانا زودوا ال damage ratio على ال E حقتها في ال late game مرة كثير يا الله لو تريستانا وصلت late game يا شباب وطبعا ما هتوصل في الميت الخرافية هذي اللي بتخلص في 20 اللي القيام فيها بتخلص في 20-25 دقيقة لو تريستانا وصلت late game هتفجرهم ال game لحاجة ترندمير ال cooldown حق ال E نقص مادري ليش بكل الحالات I have no idea لما رشوف ترندمير في اي باتش نوت ما افهم صحيح تويتش البونوس attack damage على ال E من 1.5 ل 2.1 برضو نفس الشي تويتش من ال champions اللي عندو بالباثين اللي هو blade of the wrong king runan ولا تروح الكريت وستاتيك شيف او رابد على حسب ما تبقى بكل الحالات في البلدين كلها اذا وصلت late game الدامج حق ال E حقك زاد مرة كثير في laning phase هتلاحظها ما هتلاحظ يعني في بداية late game ما اظن تحظها لما تجيب AD لانه ما يشتغل على ما يشتغل على attack damage على total هيشتغل على bonus فلازم تشتري items AD عشان تستفيد اظن تريستانا هتكون افضل مرة كثير نيرفس كميل ال E حقك تنقصوها خمستاشر دامج في laning game وخمسين دامج وهذا نيرف مرة كبيرة المين كميل بالزات في laning phase حيلاحظوا ال change هذا بالزات انهم جالسين ب بف بف والشامبيون اللي قدروا يلعبوا قدام كميل I think is a big nerf هياثر عليها في top هياثر عليها في jungle هياثر على كل حاجة ما ادرك ادي هينزلها هل هو هينزلها تير واحد هينزلها 3-4% win rate I don't know بس major damage reduction هي اصر من كميل كلنا نعرفين بداية ال game عندها مشاكل وهذا هيزود مشاكلها منذ التاكدامج حق ال E نقصه late game منذ حاليا ما هو OP عشان E حقته OP عشان ما في احد يقدر اقتله وOP عشان ما ادفي ADCs في ال game مرة ثانية ADCs هم الوحيدين اللي كانوا يقدر يشيلوا منذ مرة بسرعة عشان Last Whisper عشان Executioner عشان وعشان 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 ما ادفيه ADCs فعشان كده منذ دحين طار في السماء وشايفينه OLCS والكل يلعبه Master E Clear بال Q حقته قل هذا معناه وماناكوست قل 72-50 No longer these bonus damage to minions هذا ال change بيضرب في Master E على بوستنج strategy اللي هي يروح ياخد اللين يعني يجيبه يجيبه طارق mid يجيبه Kale top ويلعبه Master E يجياخد اللين حقه ويجيبه ما يبغو يشوف لستراتيجيها نونو Blood Boil Attack Speed 5% Attack Speed الابility power الابility power من 40% الابility power ratio 5 for every ability power Blood Boil offers too much base value regardless of how luno is doing لو بنيت AP bonus ability power for every 100 لو كان عندك 400 سترجع الابility power ratio لو كان عندك يبوك تبني شوية AP مادري نعرف صراحة نونو اردي برا الجيم اجين اظن ال change هذا برضو عشان يتعاملوا مع البوستينج بيقول لك ال base values حقا ال attack speed عندو مرة آلية انا بنقللها ونبوه الناس يشتغل تبني AP عشان مادري هذا مادري هذا من ال change اللي ماني اعرف ال base health region سبعة نقصو السستين حقه ال W flame width نقصوها flame length نقصوها ما اظنى فريق كتير ولا يطلع من الجيم ارن مرة كويس وان top او يعني ممكن ما نشوفوا top كتير الا في حالات محددة بس لنشوفوا في البود حين ال answer لايب كتير رسستين حقه وقلت ما زال كويس ما اظن في شيء ال E ال E maximum وال damage decreased ال R stats decreased اخيرا يعني يعني سنجد يبغاله شوية يتعدل مو يتنرف كتير بس يتعدل شوية لانو كمية الدامجة اللي بيسويها صراحة من دحية مواعدية وبرضه شفتوه طلعه في الميتر حبتين شوية لانو ما في احد يقدر يسوي له answer زي ما صارفه منه اوكي ام نرف نرف بسيط بسيط دايما سنجد صولو كيو تشام ولو ناسو اللي لعبوه E base damage decreased E armor ratio increased R cooldowning تازل offers too much base value regardless of how التاريق is doing نفس الفكرة ال E تنقصو الدامج حقها وزوضو ال armor حقها ال W بق ال R زوضو الكودان برضو تعديل بالانس ودير تاريق تنقل استراتيجي حقها تلبوه فلاديمير ما زال OP حتى مع التعديل هذي ال one point النرف من واحد ability power لفاصلة 8 ability power ما هيفرق مرة كتير في اي stage من هالجيم بإفدارة القيم اصلا ما يفرق في الميد game هناخر بور spike حقته مرة تاكة وما ظل حلحل مشكلة فلادي حاليا فلادي سهل يتلاعب بوت يتلاعب ميد يتلاعب top بلاد أنسر لكل البروزر بوت أنسر لبعض البروزر stop بلاد is OP زوي total damage ratio نقصه من فاصلة 75 الفاصلة 65 وهذا النرف عظيم على ال W حقتها ال W الطريقة اللي يشتغل بها انت عارف نعلم انت وصل ال E range عشان يو شو إذا ال W am I right أظن هذه ال auto attacks حقت ال stars yeah spell thief percent attack damage per stack من 4% ال 2.5% وال ability power من 4% ال 2.5% هذا نرف على أي champion يلعب في blade of the no king كوغماو كايسا فيروس طبعا فيروس و كوغماو أصلا برا القيم ما بنشوفه معايا كايسا هي الوحيدة ال AD season اللي موجودة في القيم هذا ال change targeted على كايسا اللون ماسترية يمكن ما بس ما أدري بيطلعوا كايسا من القيم من شيء غريب يعني الرونز domination style bonus with precision غيروا البونوس السوية صارت تزود damage و attack speed مع ال precision secondary مع السوسري تزود ability power و attack damage يقول لك we'd conceive domination as a stronger keystone في بداية و المنزلوها كانت عالية رقاما رفعوها دحين معسا راحت يأخدها فيبوي يرفعوا رقاما شوية عشان يبوي الناس يلعبوها بس بكل بساطة ال hail of blades out of combat cooldown decreased maximum time between attacks and creed ايبوي hail of blades تلاعب بأي طريقة في champions ما زالوا مرة كويسين بي إن كان في اشوف ماستر يساري لعبها حالات كثيرة في البوت ممكن تلعبها ب switch مرة كويس وشاكلاته ما بشوفها كثير صراحة هيروف بلايس في الgame فما قدر افتيلكم فيها بس بكل حالات تسووا الابوف عشان يبوي الناس يختاروها ال unique sauner cap 6 unique sauner spell cap decreased cooldown reduction per sauner spell increased over all available cooldown reduction at maximum يقول لك is on the weak side بعد ال rework يعني طارت مرة ضعيفة وما حصر بأحد يأخذها فيبغوا يتدفوها شوي عشان يبغوا الناس يشتروها cooldown reduction per sauner spell 20 ثانية بدر 15 ثانية يقول ما استخدم sauner spell sorry unique sauner cap صديق نسيت طريقة الجديدة حقتها بعد التعديل ايش تسوي في كل الحالات اه يقول استخدم ماتي قل استخدم اكتر من 6 سامنارز اه لو استخدمت لها سامنارز حتشل لك 60 ثانية من السيدية anyways ترجع لك سامنارز اسرع ما زالت I don't understand this is the best way early game snowball الgame دا حيني نقول لك ممرة snowball اني بنخفف السنوبول هدا شوية واني بنعطي فرصة للناس اللي تبهدل ويرجعوا الgame ما نفاهم رأيه تناصر اذا مهزوم ما نبقى ترجع الgame يعني السنة اللي فاتت كان اذا مهزوم نبقى ترجع الgame بأي طريقة فكان عندك كان عندك اذا كنت متأخر في الجنغل تاخد زي اكس بي زيادة لما تاخد كيلز تاخد اكس بي زيادة لما العفرج لفل حق الكواطي تاخد اكس بي زيادة لما تقتل لما تقتل الجناغل لفل حقهم العفرج لفل حقهم على منك بداية الباتش هذا قالوا شالوها قال لك الاماني والكلام هذا اذا انت متأخر تستاهل تكون متأخر لحين رجعوا مرة تانية بيغيروا كلام فانا ماني فاهم بايش صار الديت تايمر زقلت في بداية القيم اقل من واحد يعني من لبل واحد لستة كانت من عشرة لاثنين وعشرين ثانية ونوص على حسب اللبل لحين من ستة لستة فانا تقتل واحد ستة ثمانية ويطلع على طول يشباب يقدر يجع على اللين بداية مع الميت الجديدة يعني كان بوت تي بي ولا توب تي بي صاروا حيرجعوا أسرع على اللين وكان ممكن يخسر ثلاثة او الاربع من ينزح ماحد ماعد هيخسرها عشان لثامر نتغير لبل سبعة خمسة وعشرين لواحد وعشرين بعد لبل ثمانية ماتوا فماني أعرف الباونتيز الباونتيز يشتغل بطريقة ما أول كانت الباونتيز ما تبدأ إلا مع لبل إلا ما تاخد تريكلز لما تقتل ثلاثة من ثاني كل تقتل الباونتي تشتغل عليك على طول فالتوكل باونتي 150 جولد الثلاثة ستة صارت تراثمية إلى خمسمية وهذا معناه أني بغاكم ترجعوا إذا في واحد مرة مقدم روح تقتلته وتاخد 700 جولد ولا 800 جولد ولا 900 جولد ترجعوا التورت الخارجي كان يعطي للناس اللي في العالم حول للناس كلها 100 جولد لحين صار ما يبقى يقول لك إلا أنت فائز اللين وتروح تاخد ما نبغى نعطي للناس كلها نبغى نعطيك أنت أنت اللي سويت حاجة تيمك ما سوى حاجة رأيت هل يفهم رأيت or behind not which team is a head or behind the large global outer turret gold the world is a little bit tilted towards the latter so we're reducing the الناس اللي جنب التورت حياخدوا damage زيادة ما زالوا حياخدوا gold زيادة الناس اللي 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 البعيدين حياخدوا gold أكد ما نعرك وهذا يغالط هذا ما نفهم changes الجنجل none buff large minions يقول لك emulate اللي هو البامي cinder و cinder hawk and tooth the stalisman can now kill none buff large monsters البامي والcinder أول كانت ما تضرب ال none buff جسم large monsters زي wolf و grump و wolf الكبير و grump و rath الكبير ده هنسى هتضرب هذا معناها ال burn damage from emulate and tooth now kill none better wave clear junglers اللي ابنوا بامي سن ومو tanky junglers أحسن قضعهم شوي wave clear حقهم أسرع instant feedback و readback fixes هذه مهات ضرورية god تنقدر يسنز وصراحة أظن ultimate skin و لقبل ultimate و god king قال نزل و نزلت ال versus اللي هو event حقه مهات روكش مهات ألوان مصرفة وكذا خلصنا page 8 وصراحة لا إشاء الله تكلم فإذا أعجبك الفيديو سوي subscribe share tell your friends about it ولا تنسى أنه عندنا stream يومي في قناتي Fitch اللي هي موجودة تحت و تقع السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر